الأزمة الاقتصادية في لبنان أدخلته في دوامة الموت هكذا باتت توصف الأوضاع المعيشية في هذا البلد الذي يواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخه تفاقم هذه الأزمة دفع الكثير من اللبنانيين للهروب من البلاد من خلال الهجرة إلى القارة الأفريقية وهذا ما أكده تقرير نشرته مؤخرا مجلة جون أفريك الفرنسية صلت الضوء على هذا النوع الجديد من الهجرة من بلد شهد سابقا عمليات فرار كثيرة بسبب الحروب التقرير الفرنسي بيّن أنه مع تفاقم الأزمة في لبنان بشكل غير مسبوك بات الكثير من اللبنانيين يرغبون بالتوجه نحو القارة الأفريقية للعمل والاستقرار هنا وعطى التقرير مدينة نباطية وهي أكبر مدن جنوب لبنان مثالا على المناطق التي تشهد هجرة كبيرة نحو القارة السمراء ويؤكد التقرير أنه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون والتي فقمها انتشار فيروس كورونا فمن المستحيل معرفة عدد الذين يحزمون أمتعاتهم للسفر لكنه يؤكد في الوقت نفسه وصول الكثير منهم إلى ما وصفه بالمنفى في القارة الأفريقية التي يعتبر الذهاب إليها سهلا مقارنة مع الهجرة أو السفر إلى الولايات المتحدة أو أوروبا إذن فجيل جديد من اللبنانيين يستعد للرحيل من البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية حيث فقدت العملة المحلية ستة أضعاف قيمتها ما أدى إلى دوامة من التضخم المفرط التي لا يبدو أن أي شيء قادر على إيقافها فيما باتت الأجور لا قيمة لها وبات اللبنانيون يغرقون في هوة الفقر بسرعة كبيرة وهذا ما أكدته الأمم المتحدة في أحد تقاريرها الذي بيّن تضاعف عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في لبنان في عام 2020 بما في ذلك الغذاء ليصل إلى 55% من السكان ترجمة نانسي قنقر